فيه ظاهرة كده لما نيجي ندرس البيوت واللي بيجرى فيها فيه ظاهرة كده زي ما فيه ظاهرة اسمها الابتزاز العاطفي بيمارسها الأباء مع الأولاد لما يقولوا لو ما عملتش كده أنا مش هحبك فيه ظاهرة تانية كده تولدت عندنا وهي برضو في مقابلة هذا الابتزاز العاطفي حاجة اسمها بزنست العلاقة يعني العلاقة بقت بيزنس ما بين الأباء والأبناء ازاي يعني؟ هتدفع ايه عشان انا نديلك حاجة تانية وقصدها فييجي بقى السؤال ده هو الأدب ولا الأرب؟ يعني ايه؟ يعني انت تحبنا بقى رايب منك بس تتخفف معدل الأدب ولا لأ؟ فالحقيقة دي حاجة مش لطيفة وكأنها بتتبني على ان الأولاد بيحاول يهربوا من سلطة الاباء يعني ايه بيهربوا من سلطة الاباء؟ فكرة الأدب ولا والأرب مبنية على ايه؟ مبنية على حاجة لازم اقولها لكم تتعلق بالعيش في الحياة المعاصرة العيش في الحياة المعاصرة اللي بيتبنى هذه النموذج المعرفي المعاصر اللي فيه نسبية وفيه الانطلاق مبني على فكرة الهروب من فكرة السلطة لان في قرون الوسطى حصل ان السلطة الدينية في بعض الاحيين مورست بشكل مش مناسب فبقى الابداع والتحرر والانسان يحقق حياة افضل لابد تكون رهينة ان الانسان يتحرم من السلطة اوالله